مع انتهاء فترة الترشح لانتخابات صناعة إربد أعلن رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة الغرفة المهندس علي أبو نقطة أن عدد المترشحين مساوين لعدد مقاعد مجلس الإدارة التسعة وأضاف أن مجلس الإدارة أو إدارة الغرفة سيتم انتخابه بالتسكية بغض النظر عن أي مساجدات قد تحدث لاحقا وصولا لليوم الذي حدثته الهيئة المستقلة للانتخاب للإقتراع وهو السابع والعشرون من الشهر الحالي وأوضح أن فترة الاعتراض تنتهي في السادس من الشهر الحالي لتدخل العملية الانتخابية في فترة الانسحابات المحدد لها وهي ثلاث أيام ثم ثلاث أيام لمن يرغب في الترشح في حال انسحاب مرشح أو أكثر أو عدم قبول طلبه أو لأسباب موجبة أخرى